السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه وليه ذلك والقادر عليه النهاردة الحقيقة يوم 26 والحال أرقم 26 والليلادي ليلة وتريه ليلة 27 وزي ما أنت عارفين ليلة الأدر ربنا يغنمنا وياكم ليلة القادر ليلة الأدر بتيجي في الليلة الوطرية وأكثر ليلة بتيجي فيها في الغالب بتكون ليلة 27 وإن كنا ما بنقولش ليلة 27 يقينا هي ليلة القادر لكن هي أكثر ليلة ممكن تكون فيها ليلة القادر فعايزين نكتهد في العبادة وفي الطاعة وفي القيام وقراءة الكرآن النهاردة والاستغفار والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عائشة قالت إذا كانت ليلة القادر فماذا أقول يا رسال الله قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه طب وش معنى أن النبي عسلم قال أقولي اللهم إنك عفو طب ليه ما لهاش أقولي اللهم إنك عفور تحب المغفرة فاعفر لي أو إنك رحيم تحب الرحمة فارحمني قالك لأن العفو أبلغ من المغفرة فالمغفرة تعني ستر الذنب يعني ستر الذنب يعني لا تعاقب عليه أيضا يعني لا تعاقب على هذا الذنب لكن ربنا هيذكرك بيه والإيامة يقول لك عبدك قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا أما العفو يعني هو المحو يعني لا تعاقب على الذنب ولا حتى تسأل عنه يوم القيامة فعشان كده العفو أقرب وأعظم من المغفرة ولذلك حديث البخاري حديث النجي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة حتى يقربه إليه ويقول وضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بل يا رب وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بل يا رب حتى إذا ما قرره بذنوبه وعلم العبد أو أيقن العبد أنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة ده المين ده؟ ده اللي ربنا غفر له أما اللي ربنا عفى عنه فلا يسأل أبدا عن هذا الذنب الذي ارتكبه بفضل الله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنه فدائما نكرر هذا الدعاء في هذه الليلة المباركة ويسأل الله عز وجل أن تكون الليلة هي ليلة القدر وربنا يغنمنا عليكم الخير ندعو لكم وتدعو لنا إن شاء الله جل وعلا عايزين نقول بقى في درس الليلة دي علو الهمة في العبادة والاستقامة كلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن علو الهمة في طلب العلم لكن طلب العلم من غير عبادة يبقى مالوش لازمة صح الله ولذلك كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم إيه؟ لا ينفع لأن فعلا ممكن يكون في علم لا ينفع اللي هو الإنسان ما بيعملش به يبقى انتفع به ولا حاجة وإحنا قلنا في الدرس اللي فات في تفسير قول المولى عز وجل وإنه لذوع من لما علمناه قال قتادة رحمه الله رحمه الله سعى أي وإنه لذوع عمل بما علمناه وأوردنا حديث البخاري المسلم في الرجل الذي يؤتى يوم القيامل هو العالم فيلقى في النار فتنضلك أكتابه اللي هي أمعاءه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاء عزكم الله ثم يجتمع عليه أهل النار ويلك هذا لم تكن تأمرنا بالمعروف فتنهى عن المنكر ده أنت كنت العالم بتاعنا فيقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه تعالوا نشوف بعض النماذج الجميلة للعمل بهذه العبادة العظيمة والعمل بهذا العلم الجليل الإنسان يتعلم ويعمل يتعلم ويعمل وذلك ورد في بعض الأثار السيد عمر الخطاب حفظ صورة البقرة في تسع سنين وفي رواية في اثنى عشر سنة إيه السبب؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى التي تريها حتى أعمل بما قبلها يعني أقرأ قول المولى عز جل كذا فأعمل به الأول وبعدين أنتقل الآية بعدها فأحفظها لأن العلم ده سيكون إما حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حديث روى المسلم نبع السلام مكتبة حوالي الصحابة وقعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زره مريضا؟ قال أبو بكر أنا قال من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم JUDY اجتمعنا في امرئهم إلا دخل الجنة أربع حيات دورة لو اجتمعوا في إنسان في يوم واحد يتكون علامة من علامات إنه يكون من أهل الجنة حتى إن أخ دم خفيف كده مرة تصل بيقلش وحمود أنا سمعت الحديث ده منك قلت تاني يوم لازم أطبقه سبحت الحمد لله صايم وروحت وزورت واحد مريض وتصدقت على مسكين مفضلش بس غير إيه الجنازة فمش لئة ممكن أقتل قتيله ومشي في جنازته طوله لأ طبعا فإنه صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فإشتغلت الموضوع إنه لو اجتمعوا في إنسان في يوم واحد فعلا دي يكون علامة من علامات أنه من أهل الجنة تعالوا نشوف برضو مثال تاني جميل جدا وهو مثال عالي جدا من كثرة العبادة التي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث روى مسلم إن عبد الله ابن عمر بن عاص عبد الله ابن عمر طبعا ده كان مثل عالي جدا في العبادة كان يضرب به المثل من كثرة العبادة الله سبحانه وتعالى كان يصومه كل يوم طبعا وكان يكرأ الكرآنه كل يوم مرة فعالم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنها إن صيام الظهر النبي صلى الله عليه وسلم نها عنه من صام الظهر فلا صام ولا صلى يعني يفهم إزاي فكأنه ما صام يعني لا صام ولا أفطر عفوا فإشتغل في الموضوع إنه يقوله عبد الله ابن عمر بن العاص وكان مجهور جدا بالعبادة بشكل لا تدخيله قال زوجني أبي زوجني أبي وما كان أبي من رغبة في الزواج هو كانش عايز يجوز مش عايز الحاجة سواء إن هو كان بشغول جدا جدا بالعبادة فكانت من السيام ووضع هذا الجواز خالص وإن كان طبعا الجواز ده سنة من سنة للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة الذين جاءوا لي وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيفعل فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر لهما تقدم من ذنب ومتأخر فرحتهم قال خلاص أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر والتاني أما أنا فأصلي الليل ولا أركض والتاني قال وأما أنا فأعتزب النساء يلا فنرح السلام عرف طب هم اللي بعملوا ده مش عبادة أو عبادة بس ده نوع من العبادة نهى عنها الشارع فقال نبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني مع ذلك يعني ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فعبد الله بن عمر بن عزبي يقول زواجن أبي وما أبي من رغباتهم في الزواج قال فلما يعني الشيك الموضوعين هو لما دخل بزوجته في ليلة الدخلة قام وصف قدميه وصلى يعني بقى ديه بحوالي 16 جزء من أول سورة البقرة الحد آخر سورة الكهف وهي طبعا وقفة ورابة صلي لو طلعت ممكن تطلق المم يعني في إيه وقفة ورابة صلي فجي السبحية عمر بن العزبي يطمئن على حال ابنه فرح لزوجة ابنه فقال كيف حاله عبد الله شو بقى الرد المرأة المحترمة المؤدبة قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف هو عشر زا كان الجوزة وجوزة إنه هو ما شاء الله عليه في العبادة عشر على عشر فشكاه عمر بن العص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي بذلك دع عبد الله بن عمر بن العص قال كيف تصلي قال أفعله كذا وكذا فنهاه النبي عن إنه هو يصلي الليل كله صلي جزء من الليل ثم قال وكيف تصوم قال أصومه كل يوم قال صوم ثلاثة آم في الشهر قال أطيكو أكثر من ذلك قال له طب صوم الاثنين والخميس معهم قال له أطيكو أكثر من ذلك قال صوم يوما وأفطر يوما فقال إنه أفضل الصيام إنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فعبد الله بن عمر بن العص كان كمان بيختم القرآن كل يوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث وقال إنه لا يفقه القرآن من قرآه في أقل من ثلاث فشوف كتهمته عالية في العبادة إزاي ويمكن دا يفصل لنا دواية اللي عنده أحمد بسند جيد لما نبع السلام قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث يام وراء بعض أدخل رجل كده بسيط جدا وما الوضوء يكتر من لحياتي يخش يصدر كثير ويمشي فاصطاده بقى عبد الله بن عمر قال يعني قال له بالبلد كده يعني أنا مخاصم أبويا فحلفت إنه مخش عنده البيت ثلاث يام ممكن تضيفني؟ قال له ممكن ضيف وعنده ثلاث يام دولار قعد معا عبد الله بن عمر واشاء الله صيام بالنهار وقيام بالليل فلا أرغي دا ما عمش حال خالص سواء إنه بيصلي الفرائد غير بس في حاجة بس 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 ده كان إذا تعار من الليل كان يذكر الله طول الليل ونهار قيام وعبادة وصيام وشف إيه أخبرك ويدوب بس لما بالليل بيقلق يذكر ربنا فحتى قال عبد الله بن عمر كدت أن أحتقر عبادتها إيه اللي بيعملوا ده؟ والنبي عسلام يقوله على دوت من أهل الجنة فقال له يا أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يولين أنت من أهل الجنة فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيته ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لا أحد من المسلمين فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك طبعا ثبت في أثر صحيح كالشمس وإن كنا لا نحب أن نتحدث به كثيرا أن عثمان بن عفان كان يختم الكرآن كله في ركعة الويتر طبعا كان لا يدوم على ذلك لكن كان يحدث منه أحيانا أن يقوم لصدر ركعة الويتر الله أكبر من أول البقرة لأخر الناس فلكنت خال هذه الهمة العالية التي لا تخطر على قلب بشر من ضمن الكصص الجميلة في عبادة الصحابة كان نبع السن في إحدى الغزوات وهم راجعين أحد الصحابة دخل بيت مشرك من المشركين عشان يقتلوا فكانت الضنيا ظلمة فما شافش فسمع صوت حركة فطلع السيف وضرب فبعدما ضرب اكتشف أن اللي قتلها دي امرأة ونبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالمؤمن نبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هيا نرحل من هذا المكان فلما جي الرجل المشرك عرف أن واحد من الصحابة هو القتل مرادة فقال والله لأقتلن عشرين من أصحاب محمد وفضل وراه فأنا مع السلام ينزل في المكان كده في حب واستراحه فقال من يكلأنا من يحرصنا من يعني يتولى الحرصة بتاعة القافلة فتبرعتنا اتنين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار اللي هو عبادي بن بشر وعمار بن يصر فعبادي بن بشر وعمار بن يصر قال له تقاس انت تحرص أول الليل وانا حرص أخر الليل قال له ماشي قام عبادي بن بشر يحرص الأول الليل فقام فنظر إلى السماء فوجد النجوم فتذكر أن الكون كله يسبح بحمد الله جل وعلا فقام وصف قدميه وبدأ يقرأ ويصلق يوم الليل بصورة الكهف فجاء المشرك فرعبادي بن بشر راح ضربوا سهم نزل في بطنه دخل في بطنه فرح نزع السهم ومكمل صلاته ضربوا السهم الثاني والحديث روه أحمد بسند صحيح ضربوا السهم الثاني فنزع السهم وكمل الصلاة فضربوا السهم الثالث في مقتل فنزع السهم وكمل الصلاة بسرعة وصح عمار بن ياسر فقام راجل المشرك لما سمع صوت عمار بن ياسر صحيح فرح جالي فقال عمار بن ياسر يا عباد وليما لم تخبرني مع أول سهم إيه اللي خلقت تتحمل الألم ده كله قال والله يا عمار كنت في صورة فكررت أن أقطع تلك الصورة ووالله لو لأن النبي أمرني بحفظ فغر من ثغور الإسلام ما قطعت تلك الصورة حتى ولو خرجت روح يا الله لو أحد يقول إيه عن الناس دي شيء عجيب جدا أنا بقول له لأن النبي أمرني أن أحفظ الصغر ده وأنا وقف أحرزكم والله العظيم ما كنت سيب الصورة دي أبدا حتى لو خرجت روح أمثلة عجيبة جدا ثابت البناني رحمة الله رحمة الله كان يقول كابت الصلاة قيام الليل كابت الصلاة عشرين سنة ثم تلفت به عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يعني الله أكبر زعلان أول ليه الصلاة تخلص كمان ثلاث ساعات فبالدائي جدا وزعلان طول الصلاة أعطي الهم أنه يخلص بعد ثلاث ساعات كابت الصلاة عشرين سنة وتلذت به عشرين أخرى حسن رحمه الله رحمة الله ورد الله عنه ورده كانوا يسألونهم كيف كنتم تصلون على العهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جامين عن بين يدي الله ثم إذا قدية الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا تخيل بقى الصلاة بالمنظر ده عمرك صلتها مرة بالله عليك سبحان الملك وكان هناك رجل اسمه حاتم الأصمة من خيرة التابعين حاتم الأصمة في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة فجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعزوا لهم يعزوا على إيه لمعه مش عشان خسر في البرصة ولا عشان ضع منه عشر تلم جنيه ولا عشان عائل من عائل مات لا يعزوا عشان فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أو صلاة العشاء في جماعة فالمم فجاءوا لي يعزنا أحسن الله عزائك في فواتي صلاة العشاء في جماعة يعني يعزوك كأنهم ماتلوا ميت فبكى حاتم الأصمة فقالوا عالم البكاء قال الآن أبكي لأنني قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني ولوما تولدوا من أولادي لجاءني كل أهل المدينة يعزونني فوالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فواتي الصلاة العشاء في جماعة عشان كده ما تستغربش إن ربنا ينصر الناس دي ما تستغربش ان ربنا يقع لقدرهم ما تسترفش ان احنا عمين يجيب سريتهم وكاينين بنتكلم عن شيء لا يطال الا في عنان السماء يعني فاهم زي يعني شيء طبيعي وكان هناك رجل اسمه الحسن ابن صالح واخوه عليه ابن صالح وامه التلاتة عشرين مع بعض امه تقوم اول تلت من الليل تصلي وتصحي عليه ابن صالح فعليه يصلي التلت التاني ويصحي الحسن فيصلي التلت التالي وبعد كده التلت يصلي الفجر ويناه او يجلسوا في المسجد لحد الشروق فماتت امه فقسم الحسن وعليه الليلة بينهما نصفين ده يصلي النص وده نصلي النص فمات عليه فقام الحسن الليلة كلها بيوت مليانة بطاعة الله وبيوت مليانة بالانوار شنهار ده إلا مرحمة الله بيوت مليانة ليل ونهار بزخم الاذاني والتمسيليات والافلام والمصرحيات ده غير بقى القناة الالحية صلى الله عز وجل ان يتوب على جميع عصاة المسلمين انا عايز اقول لك حاجة الانسان اللي بيحب شيء ده بيكون فرع عن محبته لمن طلب منه هذا الشيء يعني العبادة دي فرع عن محبتك لله جل وعلا من اللي امرك بالعبادة الله وما خلقت الجنة والانسة إلا ليعبدون فعبادتك لله ده فرع عن محبتك لله انت بتعبر عن حبك الشديد لمالك الملك ومالك الملوك جل وعلا احنا نقول نهاردة نهاردة سمحون يعني في المثل ده نهاردة الراجل اللي مدمن مخدرات لما بيجي وقت الجرعة بيجنن يقولك مش قادر استحمل والحقولي والجرعة وهموت فمزاي انا عايزك تتخيل نفسك كده وانت رجل يعني مع الاعتذار عن اللفظ مدمن عبادة مدمن صلاة مدمن صيام مدمن ذكر الله سبحانه وتعالى فمزاي خلاص لا تستطيع ان تتخلى عن الصلاة ولا الذكر ولا القرآن ولا العبادة ولا الكلام ده كله لمجرد انت صليت الظهر وانتقعت جسمك بيكلك وقلبك بيتقطع امتى تيجي صلاة العصر هتجنن امتى تيجي الجرعة الإيمانية اللي جاية فاول ما تيجي صلاة العصر تلاقي نفسك داخل بالشوق شديد جدا وفرحة يعني ولزة لا تتخيلها حبيبك ما تصلى عليه سلام عليكم كما عند التلميذية باسناد الحسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار سعيد بن مسايب رحمة الله رحمة الوسعة سعيد التابعين أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام أربعين سنة أربعين سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام في خلف الإمام بل إنه ورد في الواقع أنه ما فاته حتى الأذان إلا هو في البسجد يعني حتى الدون هيدا قبل ما هيدا كان في المسجد واقف بيسمع الأذان ويردد خلف الأذان وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عنده مصنع عبد الله بن عمر يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم الخيام فهو تشتحزين الجرعة الإيمانية دي تبقى أنت مشتئ له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد ولد آدم وغفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويثبت عند صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدمه فتقول أمنا عايش يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها أفلأكون عبدا شكورا يا الله صلوات رب وسلامه عليك يا رسول الله أبو بكر كان رجل أسيفا كان عامل مسج كي صغير في بيته ويصلي فيه بقى النوافل وكده ويصلي وهبكي حتى كان أبناء المشيكين ونساء المشيكين يجتمعوا حول بيت أبو بكر وينظرون إليه ويتعجبون حتى الناب عسام في مرض الموت قال مر أبو بكر فليصلي بالناس فتقول أمنا عايشة يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس فإن أبو بكر رجل أسيف بكاء فلعل الناس لا يسمعون كراءتهم من كثرة بكاء من خشة الله سبحانه تعالى عمر بن خطاب كان في وجهي خطان أسودان من كثرة البكاء من خشة الله وكان يقسم الليل أثلافا تلتي ينم فيه وتلتي يصلي فيه قيام ليل وتلتي يمر فيه واطمئن على الرعية فيسأله رجل يقول ألا تنام يا عمر يقول إن نمت الليلة كله ضاعت نفسي وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي يا الله حتى يسمع رجلا أعربيا يقرأ قول المولى عز جل وطور وكتابا مصطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فيسقط ويقول قسم حق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به ربض الله عنه أرضاه وخبيب بن عدي خبيب بن عدي لما أصره المشيكون وأرادوا قتله في أرض التنعيم خارج مكة فأرادوا أن يقتلوه فكان من اللي يشوف على قتله في الوقت لا أبو سفيان كريسة ما أسلمش فطلعوا بقى عن مشناء والحديث الرغل بخاري طلعوا على المشناء ولسه هيقتلوه كده فمزاب فقال أبو سفيان أتريدوا شيئا؟ قال أجل أريد أن أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وأول من صلى وأول من سنة صلاة ركعتين عند القتل هو أخبيب بن عدي رجل الله عنه وارضاه فنزلوه فقال فتوضأت وصليت ركعتين وتجوست فيهما سرعت ليه؟ قال خشية أن يظلوا أن ما بي حذرا من الموت أنا شخاف أموت ده أنا فرحان جدا برقاء الله كما ثبت عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وأختم بقى بقصة جميلة جدا جدا أحب أذكرها دايما أنه لقي القاضي شريح أو شرحبيل بن حسن ويسمى قاضي شريح أو شرحبيل بن حسن لقياه الإمام الشعبي فقال الإمام الشعبي كيف حالك يا شريح؟ خبالك اللي اتنين أئمة أئمة كبار الشعبي ده إمام عالم كما جاء عن زيد عن مكحول قال أعلم التابعين الشعبي فلقيا يا شرحبيل بن حسن اللي هو قاضي شريح قال كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حاله يا شعبي قال فكيف حال أهلك؟ يعني زوجتك قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة خبالك بقى لم أشك من زوجتي مرة واحدة أتعجب اللي هو شعبي تقول يا شريح يا شريح يا ربنا يا كريمك في واحد في الدنيا ما بشتكش من زوجته في عشرين سنة للمرة واحدة وفي حد ما بشتكش منها في الخمس داعش مرة يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ربنا بارف نساء المسلمين جماعة رب العالمين فقال كيف فذلك؟ قال أخبرك يا شعبي يا شعبي إني منذ دخلت بزوجتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين لله قال فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي عرف السنة جاي من بيت أبوها من طبين تمام كده؟ قال فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أصبر على رسلك فمزاي؟ على رسلك أبا أمية دي كنية الإمام شرحبيل بن حسنا قالت على رسلك أبا أمية ثم قامت وخطبت خطبت أنت في ليلة الدخلة فقالت على رسلك ثم قامت وخطبت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبا أمية إن امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قوم من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم يدي ولك يا خبار بيات أستاذ أحمد وأستاذ محمد أحد فيكم سمع كلام دليلت الدخلة ولا أنا والله يعني سبحانه الله فقال الإمام الشرعبير بن حسنة قال فأحوجتني والله يا شعبير الخطبة يعني هي تخطب وأنا مخطبش فيش معقول يعني قال فقمت فقلت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبت عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة أهلي شوف الزكبة قال ما أحب أن يملني أصهاري ما قالش ما حبش أن أنا أملهم من كتر الزيارة لا قال ما أحب أن يملني أصهاري يعني خليهم يخفوا في الزيارة فهم زي قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاصطريها وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكن فقال فوالله يا شعبي بدت معها بأنعم ليلة ومكفت معها عشرين سنة والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة وأشهد الله عز جل أني كنت لها ظالما فقال له الشعبي يا لها من عيشة هانية وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمر كافية أدي إيه كان بيوت السلف كانت عمرانة بالطاعة كانت عمرانة بالإخلاص كانت عمرانة بالمودة والمحبة كانت عمرانة بذكر الله سبحانه تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يا الله طول الليل قيام وعبادة وبكاء واستغفار وإخبات وخضوع وذل بين يدي الحق جل وعلا ليل ونهار الزوج ما شاء الله كانوا هو خارج راح شغله كانت تقول يا عبد الله اتقل لها فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم ولما يرجع من بره تقرأ عليها والعصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ويسألها صليت الظهر والمصلتيش صليت العصر والله أغبارك إيه مع الورد مع الكرآن مع السنة مع الذكر كان يذكرها دائما بطاعة الله سبحانه تعالى عشان كده كانت البيوت مليانة مودة ورحم وقلفة وحب وإخاء يعني فوق ما تتخيل ويقرأ بقى في سير الصحابة والصحابيات تجد العجب العجاب يعني الرجل له ووفر لها مثلا لا ديب فريزر ولا مكيفات ولا تلاجة خمسين باب ولا مش عارف إيه ورغم ذلك يعني هي العفش كله كان إيه حتة حصيرة وطشت وحلة وكوز واخد بالك ويعني كبير أوه مخدتين ومرتاب وحاجة كده فهو ده بقى العفش ده يعني ده الكبير ده العمد يعني فهمت زي وسبحان الله ورغم ذلك البيت مليء بالمودة والمحبة ورحمة حتى أني كان بعض السلف كان لا يمتلكه إلا ثوبا واحدا خير هو توب وزقته توب وبعضهم كان لا يمتلك هو وزقته إلا توب واحد كان يلبس التوب ويروح يصلي به ولم يرجع يخلع ويدي الزقته تلبس طوب به فتخيل ورغم ذلك ما كانت تعجيره بأي شيء وكانت تحبه وكانت تجله وكانت تحترمه وكانت تسمع كلامه وتطيعه اه يعني الحقيقة الحال طبعا دلوقتي بقى حاجة يعني الراحمة الله عز وجل وزي ما قلنا جماعة الليلة دي ليلة 27 ليلة 27 او عضي على لحظة في حياتك سامحني يعني وهطلب منك بعض الطلبات كده في عجلة سريعة بالله عليك وبالله عليك اقفل موبايلك افصل تليفوناتك خلي حياتك كلها الليلة دي وكل الليلة الوترية خليها بقى إما ان تكون في بيت الله عز جل وإما زكاة امرأة مش قادرة تروح المسجد أو كده في بيتها وتقفل على نفسها وضطها كده وتعب بقى مع الكرآن ومع الذكر ومع الدعاء اللهم انك عفو انت حبوا العفة فاعفوا عني كالطار من الدعاء ده في الليلة دي بالذات يا جماعة ويدعو بقى لإخواننا وحبيبنا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدول الإسلامية المستضعفة دعوه من ربنا يفرج هموهم ويكشف كربوهم وينصرهم على أعدائهم ويدعوه ان ربنا يشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين وإن ربنا يعلم الجاهل ويثبت العالم وينصر كل المسلمين في بقاع الأرض ادعو لنفسكم وادعو لذلكم وادعو لولادكم وولاد المسلمين لربنا يهديهم ويستعملهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى واجتهدوا كثيرا في هذه الليلة أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر سبحانك اللهم وبحمدك